السلام عليكم نحتاج في الوصفة واحدة من البتنجان حجمها متوسط واحدة من الطماطم حجمها متوسط وقرنفلفل واحد ومش هناخده كله هناخد نصه وثلاث فصوص توم هنبدأ نجهز الوصفة على طول هنروح على البتجاز ونجيب طاصة يفضل يكون مبلزقش فيها المكونات وبعد ما فرمت التوم وحطيته في الطاصة بالشكل ده هحط عليه دلوقتي مكعب زبدة وكمان حوالي معلقتين كبار من زيت الزتون وهنشغل دلوقتي نار البتجاز على نار متوسطة وهنبدأ دلوقتي نشوح التوم كده وبعد ما شوحنا التوم شوية هنضيف عليه بقى دلوقتي معلقة صغيرة مليانة من الكزبرة النشفة وكمان هنضيف عليهم معلقة صغيرة من الزنجبيل البودر وهنشوح دلوقتي الكزبرة والجنزبيل كده مع التوم وفي الوقت ده أنا كنت مجهزة الخضروم أطع مقعبات صغيرة أطعت الطمطماية قطع صغيرة قوي وهنضيفها دلوقتي فوق التوم والبهارات وبعد ما حطينا الطماطم هنضيف دلوقتي بمعيار معلقة الشاي الصغيرة معلقة صغيرة مليانة من دقة الزعتر ودقة الزعتر دي بتتبع جاهزة عند العطار وهنقلبهم مع بعض بالشكل ده وأنا كمان جهزت الفلفل أطعت بس نص القرن قطع صغيرة قوي وهنضيفها دلوقتي فوق الطماطم وهنشوحهم مع بعض وهنضيف عليهم دلوقتي باقي البهارات أنا معي هنا معيار نص المعلقة الصغيرة هنحط نص معلقة صغيرة من الكمون ونص معلقة صغيرة من البابريكا اللي هي البهار الحالو وكمان هنضيف دلوقتي الملح هضيف برضو نص معلقة صغيرة والملح يا جماعة بيكون حسب التزوق وهنشوح بقى الحاجات دي كلها مع بعض بالشكل ده وبعد ما دبلوا معانا كويس وبقى شكلهم معانا كده هنضيف عليهم بقى دلوقتي البتنجانة أنا قطعت البتنجانة مكعبات صغيرة كده ومقشرتها واستبتها بالقشر بتاعها لو عايزين تقشروها لحسب ما انتوا عايزين وكمان ما قلتهاش انا حطاه زي ما هي كده وهتبقى حلو قوي وهنقلبهم مع بعض بالشكل ده ودلوقتي هضيف عليهم معجون الطماطم انا بستعمل النوع ده كي دي دي مناسب للضايت العادي وللكيتو دايت لان هو اصلا خالي من السكر هناخد منهم معيار كده معلقة واحدة وهنحط كمان ربع كباية مياه وهنقلب بقى الحاجات دي كلها مع بعض بالشكل ده طبعا احنا مخليين نار البتجاز على نار متوسطة دلوقتي بقى هجيب الغطى واغطي على الطاصة كده واسبهم على نار متوسطة لغاية لما يستوهم معانا كويس قوي وطبعا كل شوية بنشيل الغطى ونقلبهم ما بنسبهمش على النار كتير يعني مش بنسبهم على النار فترة طويلة بدون تقليب دلوقتي هحط الخل انا انسيت احط الخل هنقلب كده الخضار مع بعضه واضيف عليه دلوقتي حوالي معلقة صغيرة من الخل الابيض وهنقلبهم مع بعض كده ودلوقتي هرجع تاني اغط عليهم لغاية لما البتنجان وباقي الخضار يستوهم معانا كويس قوي خلاص بالشكل ده الخضار استوهم معانا كويس لازم يكون يا جماعة مستوهم معانا قوي بالشكل ده علشان هنضيف البيض وطبعا البيض ما بياخدش وقت ابدا على النار دلوقتي بقى هنحط البيض انا مجهزة معايا في طبق اربع بيضات والبيض بيكون على حسب الكمية المعمولة من الخضار يعني اربع بيضات او تلت بيضات لو عايزين تقللهم وكنت حطوا تلاتة انا حط اربع بيضات حطوهم في طبق وهربهم دلوقتي كويس كده بالشوكة وبعد كده هضيفه في الطاصة طبعا انا هقفلى نار البتجاز دلوقتي على ما حط البيض وحط باقي المكونات وهنضيف كمان دلوقتي الرشة من الفلفل الاسود وهنقلب بقى دلوقتي البيض مع المكونات بتاعت المسقعة دي دلوقتي معانا مسقعة بالبيض هنقلب بقى دلوقتي البيض مع المسقعة بالشكل ده ونفردها كويس في الطاصة وبعد كده هنضيف دلوقتي الجبنة الموزاريلا النوع اللي انا بستعمله حاليا جبنة موزاريلا بنار والنوع ده كويس جدا ومناسب للكيتو دايت وبالنسبة للدايت العادي ممكن تستعمله جبنة لايت دلوقتي هنحط كده على الوش شوية من الجبنة الموزاريلا شوية حلوين يعني نغطي الطاصة كلها بالشكل ده وبعد كده ممكن نضيف باقي اضافات تانية على حسب ما انتوا عايزين انا هضيف دلوقتي شريح من قرون الشطة الحرة وكمان الزتون ممكن لو عايزين تحط لحمة مفرومة متعصجة طبعا او بواقف راخ متعصجة عندكم مفيش اي مشكلة على حسب ما انتوا عايزين بس انا حبه ان انا اخلي الوصفة بدون لحوم خالص دلوقتي انا وزعت قرون شطة حرة وكمان هوزع كده شريح من الزتون خلاص كده بتكون جاهزة معانا دلوقتي هنشغل دلوقتي نار البتجاز على نار هدية خالص خالص ونغطي كده الطاصة ونسيبها بقى لغاية لما البيض يستيوه معانا وكمان الجبنة تسيح هنشوف بقى دلوقتي الاكلة بتاعتنا هي ثابت الطاصة خالص من الجوانب كده يبقى هي كده خلاص استوات كويس من تحت بس لسه محتاجة تستيوه شوية من فوق فهنرجع نغطي عليها كده لغاية لما تستيوه معانا خالص من فوق بالشكل ده خلاص كده الاكلة جاهزة معانا وممكن نقدمها في طبق او نسيبها في الطاصة زي ما هعمل كده بتكون معانا بالشكل الجميل ده دلوقتي بقى يلا نقطعها ونشوف القوام بتاعها شايفين ما شاء الله القطعة طلعة متماسكة وجميلة جدا وعلى فكرة طعمها خرافي جربوها وان شاء الله هتعجبكو تغيير عن المساقعة المعتادة وعن الشكشوكة بالبيضية هنتحسوا ان هي الكوكتيل كده في الطعم جربوها وان شاء الله هتعجبكو قوي شايفين ما شاء الله شكلها جميل جدا ازاي ويفتح النفس بجد طعمها طحفة جربوها يا جماعة ولازم تقولولي رأيكو فيها ايه وكده عملنا مع بعض احلى واجمل اكلة تنفع غدا او عشا بدون لحوم خالص عملنا مساقعة بس بطريقة مختلفة مساقعة بالبيض والجبنة المتزرلة مناسبة للكيتو دايت وكمان مناسبة للدايت العادي مع تغيير نوع الجبنة ونستعمل جبنة لايت وكمان مناسبة لمرضى السكري وطبعا مناسبة لمرضى حساسية الجلوتين لان عملناها من غير دقيق ومن غير نشويات خالص اتمنى يكون الفيديو عجبكو ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وترفعوا الفيديو بتعليقاتكو الحلوة ولما تجربوها اكتبولي في التعليقات رأيكو فيها ايه وبالف هانا وعافية ترجمة نانسي قنقر